موسيقى مساء الخير و اهلا بكم في حلقة جديدة من ترانز احناخدكم النهاردة في جولة جديدة مع اخر اخبار السوشيال ميزيا و احنبدأ فقرتنا دايما بترانز اف دي ويك الاسبوع اللي فات كان فيه كتير من الاحداث اللي تصدرت التراند ومنها اختفاء اغاني عمر الزاب واللي عمل حالة كبيرة جدا من الجدل عند الناس وخلاهم يسأله عن السبب وحالة الجدل وسطت لحد اهل الفن مثلا الشاعر خالد تاج الدين واللي تعامل معه عمر الزاب في كتير من الاغاني زي قصاد عيني وحلوة البدايات وليلي نهاري وغيرها من الاغاني قال ان الموضوع مشكلة بسيطة مشكلة مع اليوتيوب وهتتحل وخلى الجمهور يطمن ولكن القصة كانت اكبر من كده بكتير وكان سبب اختفاء اغاني عمر الزاب ان فيه منصة اشترت اغاني عمر الزاب بنزلها عندها من خلال الابليكيشن بسعر رمزي وده اللي اعلن عنه عمر الزاب بعد يوم واحد من حسف الاغاني طبعا كل ده كان في الوقت اللي عمر الزاب بيحيي فيه حفل كبير في السعودية على مصرح ابو بكر سالم ده من فعاليات موسم الرياض وغنى عمر الزاب في الحفل عدد كبير من الاغاني زي انت الحظ ورايئة وقدام رياتها ومن الاغاني القديمة كمان قدم عمر الزاب ميال ونور العين وامارين وغيرها من الاغاني وده كانت قصة اختفاء اغاني عمر الزاب من على اليوتيوب ومن الترانز التي صدرت السوشال ميديا كانت زيارة البلوجر التركي كوكسال بابا لمصر كوكسال بابا جي مصر يوم الخميس اللي فات وكان مهتم انه يروج زيارته لمصر على السوشال ميديا من خلال نشره لصول الاهرامات وزيارته اللي منها زيارة الاهرامات ومعالم قاهرة واتكلم عنها عدد كبير من المتابعين بتاع كوكسال وكان في استقباله عدد كبير من البلوجرز والمشاهير على السوشيال ميديا ومنهم الساحر كراس المصري واللي قدم مجموعة من الألعاب السحرية واللي خلت كاكسال يكون مندهش جدا وكمان كان في استقباله علي غزلان وعزيز العقاد وغيرهم من البلوجرز اللي رحبوا به بشدة شو في قانا شوف شوف الاوبراك رجع عادي المحاول عادي المحاول لا صحافة ناحية التانية باشو عادي المحاول صحافة ناحية التانية يا عانك تو من المعروف أن كوكسالبا بقت ولب مرض وراسي نادر جداً بيخليه يشبه الأطفال في الصوت وقصر القامة وده بالرغم من أن عمره دلوقتي 46 سنة من الحاجات المعروفة عنه أنه كان بيعتبر واحد من الملاكمين المشهورين في تركيا وحققت مجموعة من الألقاب المحلية ولكنه اعتزل ملاكمة سنة 2010 وبكده خلصت فقرة ترانز of the week خلونا دلوقتي نروح لفاصل ونرجع نكمل فقراتنا وجمع عدنا دلوقتي مع فقرة السوشال لاب والذي بنحلل فيها أكاونت المشهير وبنتابع تفاولهم على كل الأبليكيشنز بتاعتهم على السوشال ميديا نجمة السوشال لاب النهاردة هي الفنانة هانا الزاهد أو زي ما الناس بتقولها باربي جيرل الفنانة هانا الزاهد دايما بتتقلق في اختيار أدوارها من المعروف انها بتستعد دلوقتي لتصوير فيلم بحبك واللي بيشارك فيه الفنان تامر حسني وحمزي المرغاني ومجموعة من نجوم الوسط الفني هانا الزاهد من الفنانات اللي بيتفعلوا كثير جدا على السوشال ميديا ودايما صورها والفيديوز بتاعتها بتتصدر التراند لقينا ان عندها على الانستغرام 16 مليون و800 ألف متابعة وهي بتتابع 1187 أكاونت ونشرت لحد الوقتي حوالي 1042 صورة وفيديو معظم الاكاونت عبارة عن مشاهد وصور من أعمالها الاخير هم كان مسلسل أنا وهي واللي كان بشركة فيه الفنان أحمد حاتم وحقق طبعا نجاح كبير جدا اول حاجة لفتت نظرنا انها نشرت اكتر من 100 ستايل لها في لبسها وهي دايما بتتقلق في اختيار فستانها اللي دايما بيكون مختلفة ومتنوعة الفيديو ده حقق 2 مليون و700 ألف فيوت ما تفهمين نصير جدا في أكاونت هنزاهد ولقينا انها نشرة يمكن اكتر من 50 صورة ليهم في أماكن مختلفة واكتر الصور دايما بتكون في الصفر لبلاد مختلفة لانهما بيحبوا الصفر جدا في سيكتاك للفيسبوك بيتابع هنزاهد 5 مليون و400 ألف متابعة واخر بوست نشرته كان على اعلانها لبطء تصوير فيلم بحبك وكتبت اول مسلسل كان مع تامر حسني ودلوقتي بتعمل معاه في الفيلم مش ممثل بس لكن كمان كمخرج للفيلم شكرا على كل تفصيلة بتقول هالي كمخرج وعلى بجد مجهودك اللي بشوفه قدامي ان شاء الله يعجبكم ويكرمنا يا رب وبكده تكون خلصت فقرة السوشال لاب الايام اللي فاتت كانت شخصية علا عبدالصبور واللي قدمتها الفنانة هندي صبري في مسلسل البحث عن علا ترين طبعا ناس كتير جدا اتفعلت مع الشخصية وتفاصيل كتيرة في حياتها وكان من اهم الحاجات اللي لفتت نظر الناس في الشخصية انها كانت دكتورة صيدلانية ولكنها حاولت الكارير بتاعها وعملت مشروع خاص لانتاج الكريمز وكمان مستحضرات التجميل دفتنا النهاردة هي شخصية بتشوي شخصية علا عبدالصبور فانها هي كمان دكتورة صيدلانية ولكنها قررت انها تركز في مجال التجميل مش بس كده بقت بتدي كمان كورسز انلاين للناس اللي عايزين يتخصصوا في المجال نورنا النهاردة الدكتورة الصيدلانية سارة سالم ازاي كثار؟ الحمد لله بخير الحمد لله حمد لله اول حاجة عايزة عرفها ازاي ابتديتي من صيدلانية الواحدة على الانستجرام ببيج بتدي نصايح معينة اول حاجة انا قصة من قناة صغيرة بحب قوي مجال التجميل وكنت بجرب بقى الحاجات بتاعت ماما والكريمز واللوشنز والحاجات دي كلها خلصت السنوية عامة دخلت بقى صيدلة ومعنديش اي بلانز يعني هي مجموعة جاب كده خلاص ماشي خلينا صيدلة بس اول طبعا صيدلة صعبة جدا اول سنة وتاني سنة محبطة جدا مش عارف اعمل ايه مش عايزة اكمل اصلا بس في سنة تالت بقى بدأ بقى ايه يظهر بقى شوية نور كده ان انا في حاجة بدأت احبها وبدأت بقى اخد كورس لشان افهم موضوع اكتر ولما روحت اتدرب اصلا في صيدلية يعني كان صيدلية كالدورين كده فوق الادوية وتحت التجميل كنت يعني في مجاة في الدور بدأت على طور بزبط كده يعني طب طلعي طب شو في الادوية لا يا جماعة خلال انا هفضل هنا بس وحبيت قوي المجال لما حد بقى بيدخل بعد بقى رشح له منتجات وحاجات فمن هنا بقى بدأت الموضوع وبعد ما اتخرجت طبعا برضو قعدت كده اشتغلت في كذا مجال ماركتينج وسيلز وبعد كده مادكال انشورنس وعمل بقى خبط لا يا جماعة في حاجة انا كنت بحبها لازم ارجع لها بس ومن هنا بقى بدأت صفحة انستجرام بس ما كنتش عارفة ابدأ ازاي فعلا بدأت الانستجرام وبعد كده بدأت عمل بقى الانلاين كورسز وكده والحمد لله بقى هكامل في موضوع ده ان شاء الله ايه نوعية الفيديوز اللي انت بتقدميها للناس ان هم يتعلموا اول حاجة انا اصلا كان هدفي اننا يعني الاخطاء اننا لقيت فيه اخطاء منتشرة كثير جدا على سوشال ميديا وما فيش حد بيواعي الناس قوي يعني الناس مش متخصصة تطلع تقول حاجات يعني غالبا بتبقى غلط ممكن تدور الناس قلت لأ انا فيه كده يعني فيه دور انا لازم اعمله ومن بدأت بقى الموضوع من انا بصلح الاخطاء والناس طبعا الحمد لله عجبها الموضوع ده جدا لان لقوا المحتوى مختلف وحاولت ان انا ما خليش المحتوى مملة قوي يعني اعمل قدمك كده بين العلم وبين ان انا برضو اخلي المحتوى لايت وخفيف فالناس الحمد لله عجبها الموضوع ده انا عايز اقولك ان الابرة دي عندنا شخصين لما فيش بنت وعندش الابرة بجد هيكت عندنا كلنا والبردو انا اكتر حاجة ساعدتني ان انا جربت على وشي كتير قوي وعرفت بقى المواد الفعالة ايه الحاجة اللي ممكن تدور ايه اللي ما تدورش الابرة دي طبعا عملت لنفسي حاجات قوية غلط في وشي وفعلا فعلا يعني دي اكتر حاجة ساعدتني ان انا جربت على وشي كتير قوي كمان كان فيه فترة من حياتي كان عندي حبة شباب كتير جدا فالهو الناس اللي في الصيدلية مش متخصصين قوي قلت لأ انا من ساعتها بقى دي برضو حاجة ساعدتني ان انا يعني امشي في المجال انتو انتو بتدريسوا في الصيدلية هل انتو بتتعلموا موضوع التجميل ده او موضوع البشرة ولا انتو بتبقى مثلا ادوية بس يعني شرحلنا كده ايه اللي بيأس لا لا اكيد طبعا احنا اصلا من بدايتها من سنة تانية تقريبا بنبدأ بقى نعمل كريمز ونعمل اه انتو بتعملوها بأيديكم احنا في الجامعة اصلا بنتعلم الحاجات دي دوزتش فورمز برضو في القسم اللي اصلا بيدرس الحاجة دي اسمه فارماسيوتيكس اللي هو الصيدلانيات فاحنا اصلا بنتعلم الحاجات دي كلها سنة تانية سنة تالتة بناخد كمان كوزماتيكس يعني الجامعة مش بتسيبنا كده خالص لا بيدونا كل حاجة بس طبعا بعد التخرج بنطور بقى من الموضوع وبناخد كورسز وبنشتغل على نفسنا عشان برضو نعرف الابديتس يعني كل دقيقة بينزل اصلا سينتيفك بيبر او بينزل بحث جديد والحاجات بتتغير كمان اكيد طبعا يعني مثلا طول العشر سنين اللي فاتت يقولوا فيتامين سي بتحط الصبح بس بتحط بالليل بس دلوقتي لا اكتشفنا بقى مع البحث الجديدة لا فيتامين سي ممكن تحط الصبح برضو كانوا بيقولوا ما يفعش ترتيب البشرة الدهنية بشرة الدهنية تترتبش عشان هتطلحه بلق دلوقتي لا عادي فيه انواع معينة من المرتبات تكون خفيفة جدا تنفع البشرة الدهنية عادي فبرضو احنا خدنا كل ده في الجامعة بس بعد بقى الجامعة بنبدأ ان احنا نطور من نفسنا اكتر عشان نعرف الابديتس وكل حاجات الجديدة طيب انا عايز اعرف انت بتاخذي بقى كورس بعد ما خلصت صيدالة ولا انت اكتفيت بدرستك انا خدت كورس واحد بس وانا في ثالثة صيدالة ده اللي يعني فتح لي المجال كده وبعد كده بصراحة كملت يعني حاسيت ان اكتر حاجة هي فادتني هي السيرف لرنينج وانا انا اتابع الابديتس وقرأ بقى سينتيفيك بيبر بالذات يعني ان انا كنت في جامعة اصلا كلها بقى ابحيث وكلها حاجات كده فاوريدي احنا اصلا متعلمين ازاي نعمل السيرش اصلا ودلوقتي بقى الحمد لله انا بدي كورس للصيدالة اونلاين كوزماتيكس اه انت بتديه للصيدالة لانني مش بتديه للبني ادمين اللي زينا اللي ما يعرفه لا بديل للصيدالة وكمان معايا دكتور صاحبتي ده هي دكتور اي احنا عاملين الكورس ده حتين مع بعض انا بدي قسم اللي هو جزء التجميل وهي جزء الادوية بس والهدف بتاع الكورس بتاعنا ان احنا نخلي الصيدالة يعني اهلا تخرج من عندنا يكون professional pharmacist وان احنا نعلمه skills تفيده يعني في شغل ومش ان احنا هنعمله كستودينت لا احنا هنفيده هنعلمك حاجات تفيدك في شغلك وميكوب وشعر وكريمز للوش والجسم وكل حاجة دول بيكونوا صيدالانين برضو هو فيه ناس بيكونوا مش صيدالة خالص بس متخصصين في المجال ودرسين وفيه ناس بيكونوا متخصصين في التجميل يعني السوبرفايزر بتاعهم بيكون لازم يكون صيدالي هو اللي بيعلمهم وهو اللي بيكون الانستركتور بتاعهم بس بصراحة انا بعد ما خلصت الصيدالة وبعد ما اتخرجت قلت لأنا لازم اعمل كده زي merge او قدمك بين الحاجة اللي انا بحبها وبين دراستي يعني ما حبيتش انا كامل في موضوع الأدوية قوي حبيت التجميل انا عارفين ده من الاول بقى خالص مش حبة الأدوية من اول يوم لا خالص طيب ايه اكتر اسئلة قامل او شائعة بتجيلك كتير من الناس زي ما قلتلك ده موضوع اللي هو ترتيب البشرة الدهنية انا مفيش ولا مرتب نفع معي مش عارف ايه الكلام ده كله رشحلنا حاجات خفيفة رشحلنا مش عارف ايه التفتيح طبعا احنا عندنا للأسف في الوطن العربي اللي هو موضوع التهوس التفتيح ده فبرضو دي من اكتر الحاجات اللي بتجيل فانا بقى بحاول اقول لهم نصايح تخلينا اصلا ما يحصلش اصلا السمرار يعني مثلا السان بلوك مهم جدا في الصيف او في الشتاء برضو دي من الحاجات الشائعة ان السان بلوك تحط في المصف بس لا جميع بتحط طول السنة عادي بذات كمان ان احنا في الشتاء اللي هي الاشعة اللي بتعملنا تجاعد اللي هي الو في ايه بتكون في الشتاء عادي جدا فلازم نهتم قوي بالسان بلوك فلو اهتمينا بالسان بلوك وبالترتيب وبشوية كده نصايح تانية خلاص مش يحصل بسمرار اصلا فعلشان نمنع الموضوع من الاول مش ان احنا بقى نستنى يحصل لنا مشكلة وبعد كده نبدأ نحلها طيب فيه ناس بتقول ان اشعة الشمس اللي هي بتاعت الشتاء بتكون اكشلي مفيدة لجسمنا وبشرتنا لكن هي المشكلة في اشعة الشمس بتاع الصيف كلام ده حيه لا الفكرة ان فيه يو في اي و يو في بي يو في اي دي اللي هي مسؤولة عن الاجينج اللي هو يظهر بقى الرينكلز وبقى الفاين لاينز والتجاعد والحاجات دي هي من الشمس؟ او هي من الشمس والسنة طبعا بالزبط يعني بالزبط خلنا نخطي السنة على جنب كلنا بنجبر واليو في بي بقى اللي هي مسؤولة عن البرنينج اللي هي اللي بتحرقنا شوية فاليو في بي بتكون اقوى في الصيف طبعا عشان دارة الحرارة بتكون عالية فاليو في بي بي بس طبعا لازم السن بلوك طول ستنة سن بلوك طول ستنة بالزبط كده الأحسن هو يكون فيفتي بلاس بالزبط ان احنا ميدل إسترن يعني جلدنا مش فاتح قوي فيفتي بلاس هيكون حلو جدا لنا طب والسن بلوك بتاع الاطفال هو اللي احنا بنقدر نستخدمه؟ لا السن بلوك طول الاطفال ده فيزيكال سانس كريم بيكون في فيزيكال فلترز يعني حاجات مش بتعمل حساسية فالأحسن لاطفال أو مثلا الحوامل أو الناس اللي عندهم اجزمة أو بشرتهم حساسة يستخدموا فيزيكال فلترز لكن الناس اللي هما عادي إحنا يعني من فيش أي حاجة من دول منستخدم كاميكال فلترز وبتكون حمايتها يعني أحسن شوية الفيزيكال دي بتكون للاطفال بتكون يعني أفضل أحسن طيب دكتور قوليلي بقى الكحول اللي احنا ديسنا تفرجين عليه دلوقتي الكحول اللي بقى كان يعني مدمر الناس جدا وكانوا دلوقتي مثلا أكتر الأسئلة اللي بتجيلي يا دكتور احنا اشترينا منتج وجايين نقرأ البرودت اللي هي المكونات اللي عليه الأكتب انجليدينت اللي عليه لقى أنا أول حاجة كحول طبعا نعمل إيه نرجعه ونعمل إيه طبعا الناس بتكون خايفة جدا لأي الفكرة كلها حتى أنا ده وضحته في الفيديو إن فيه نوع من أنواع الكحول بتكون كحول دهن يعني كأنه بيرطب الجلد ما بيكونش ليه أي ضرر خالص لكن فيه أنواع تانية من الكحول بتكون فعلا مضرة لو هي نسبتها عالية فالكحول يا جماعة مش مضرة خالص ما تقلقوش هي الفكرة كلها بس في النسبة وإحنا قبل ما نعمل أصلا يعني قبل ما نستخدم أي منتج جديد أنا دايما بنصح الناس أنهم يعملوا حاجة اسمها اختبار حساسية يعني نجيب المنتج نحطه هنا في المكان دوت أو عند الرقبة ونستنى 24 ساعة لو لقينا الجلد مثلا بقلونه أحمر أو ظهر أي حاجة أو حكة أو كده لأ خلاص بلاش نحن نستخدمه أو نشوف نرجع للصيدالي أو الدكتور علشان يقول لنا على بديل لكن لو المنتج تمام خلاص نفيش مشكلة فوارد إن أصلا في ناس يحصل لها حساسية ووارد ناس تانية يكون زي الفل منتج ما يحصل لهمش أي مشكلة منه طيب بالنسبة لفيتامين سي هو مهم للبشرة أكيد أكيد طبعا هو مهم مش بس البشرة على فكرة يعني فيتامين سي ده أهم حاجة في الحياة طبعا بيمنع البشرة من الأكسادة وطبعا برضو بيمنع تكسير الكولوجين نحن مثلا لما نقف في الشمس أو كده طبعا الشمس بتخلينا بقى تعجز وكده فلو حطينا فيتامين سي وبعده سان بلوك ده هيكون سينرجيستيك إفاكت أو هيساعد في أنه يعلي الحماية من الشمس فطبعا هو محلو جدا طب والفيتامين سي ده إحنا بنحطه على وشينا ولا ممكن نشربه ممكن للتنين مفيش أي مشكلة خالص أمس راحة بعمل للتنين بحب حطه على وشي وبحب برضو أن أنا أشربه وبردو كان فيه أبحاث قارتها أن إحنا بداية من 25 سنة يعني لازم فيتامين سي كل يوم لازم فيتامين سي بالليل ولا الصبح ولا للتنين عادي ينفع على الاتنين هو حسب النوع يعني فيه أنواع بتكون نحطها بالليل بس بس دلوقتي ظهر طبعا أنواع جديدة وظهر يعني زي كده تقنيات جديدة في المسعارات التجميلة يقدر نحط الصبح عادي إن فيش مشكلة صبح بالليل عادي جدا وبعده طبعا سن بلوك لو الصبح طب وإحنا بنشاري فيتامين سي من الصيدلية فيه أنواع معينة المفروض نبقى عارفين أن دي بتمشي مع وشينا ولا أي نوع فيتامين سي ممكن يمشي مع أي وش لا هو طبعا فيه أنواع معينة بذات مثلا لو فيه نوع تقيل شوية فلا برشح بقول للناس لا ما تستخدموش حاجة مثلا نوع هتقيل شوية أو فيها مرتبات زيادة لو بشرد وهنا هي مرادة للحبوب فلا فيه أنواع طبعا مختلفة أهم حاجة زي ما قلتوك نحن نعمل اختبار حساسية لأن فيه ناس برضا عندهم حساسين فيتامين سي أوه طبعا أكيد أي منتج ورد نحن يعني حسنا منه حساسية للأسف دي حاجة طبعا إيه بتكون يعني مش حلوة خالص في مجال التجميل بس اختبار الحساسية يعني خلاص بيحل المشكلة دي فيه ناس بتمشي بمبدأ اسأل مجرب وما تسألش طبيب أنا مثلا استخدمت كريم معين وابتدى وشي جلو أو يعني ابتدى يبقى شكل حلو أقول بقى لصحبتي والمامتي والعملتي كل الناس هنقول للناس كلها والعائلة كلها فبنقول مثلا الكريم ده أو الفيتامين ده أو الدواء ده سعيدني جدا أنه هو مثلا يخلي وشي أحسن أو جلدي أحسن أو كده تفتكلي دي حاجة غلط ولا ممكن تمشي والله هي ممكن تحصل يعني ممكن تمشي عادي وفيه منتجات كتير أنا برا الشحل كذا حده بتنفع معاهم وفيش مشكلة بس للأسف ده ما ينفعش مثلا في الأدوية وبرضو ما ينفعش في المنتجات اللي هي تبقى أدوية بس طابقة يعني أدوية تتحطى على الجلد زي مثلا حاجات اللي هي في الصيدلية مش حاجات اللي في مصارات تجميل ممكن يبقى تركيزها عالي ممكن تعمل مشاكل لبعض الناس فأنا بصراحة مش بفضل الموضوع ده خالص نسأل حد متخصص بدل ما نيجي بقى نعيط على بشرتنا بعد كده وهنزع الجامد يعني فأنا رأيي نحن نسأل حد يكون فاهم في الموضوع يعني أحسن طيب قولي لي بقى عن موضوع الهالات السودة الهالات السودة كلنا بنشتكم الهالات السودة طبعا من قلة النوم وإن احنا مش مزبطين بقى اللايف ستايل بتاعنا وبنأكل فاست فود وبننسى خالص الميا وبننسى الخضار والكلام ده كله بس طبعا الهالات السودة مش ده سببها الوحيد طبعا ممكن تبقى وراسية ممكن تبقى بسبب مثلا فيه تجويف في العين يعني حد مولود أصلا من هم أطفال هم عندهم التجويف ده وزي حاجة ممكن تتعالج حتى لو حد مولود بها؟ ممكن تتعالج بالفيلرز يعني ما فيهش مفيش كريم لكي ما فيهش حاجة تعالجها لا ما فيهش أي حاجة توبيكل أو كريمز أو كده تعالج الموضوع بالفيلرز عند الدكتور موضوع ده بقى سهل قوي دلوقتي يعني فيهش مشكلة خالص ممكن برضو بس طبعا فيهلرز دي مش للأطفال لا طبعا ما ينفعش احنا نتكلم في الناس خوة عشان تقولتي فيه ناس بتتولب بيها فبنشرح برضو ان دي مش حاجة يستخدمها للأطفال بالضبط هي بيكون أصلا فيه تجويف قرادي يعني في التشريح بتاع الوش فبرضو ده سبب من الأسباب ممكن برضو جيوب الأنفية الناس اللي عندها برضو جيوب أنفية وعندها بقى موضوع ده بيبوز خالص بقى في الربيع والحاجات دي الجيوب الأنفية بتخلي الجزء ده كله فيه التهابات فبرضو بيخلي فيه شوية كده التهابات واسمرار في المكان دوت برضو ممكن بسبب الأنميا برضو عندنا يعني جزء كبير جدا من شعب المصري عنده أنميا فأول ما بنعالجها الدنيا بتحسن جدا جدا ممكن برضو بسبب الجفاف برضو احنا دلوقتي في الشتاء وجلدنا كله جاف والدنيا صعبة قوي فلو جبنا يعني كريم مرطب يكون لطيف قوي حول العين برضو الموضوع هيتحلق جدا طبعا فيه برضو وراسة برضو ده الأسف دي بقى من أصعب الحاجات للأسف ملهاش علاج موضوع نهاية تبقى هالات وراسية بس فيه بقى شوية جلسات أو كده بتتعامل عند دكتور يعني بس الكريمات ممكن تخفف بالنسبة بسيطة قوي بس الوراسية فعلا بيكون علاجها صعب للأسف أكيد طبعا آخر سؤال هسأله لك أنت المفروض أن أنت قريب إن شاء الله هتعملي براند جديد إن شاء الله ربنا يوفقك فيه طوال هل الفكرة جات لك بعد المسلسل بتاع هند الصبري ولا موجودة من بقالها سنة الفكرة دي بس بعد المسلسل اتشجعت أكتر بجد ولا هقلت لأ أنا لازم براند زي عولا وإن شاء الله دلوقتي طبعا باخد كورسات لها في المجال ده علشان يعني أفهم أكتر برضو احنا خدنا كل ده في الجامعة بس لأ بيكون محتاجين إن إحنا زي نريكب أو نراجع على اللي إحنا خدناه ونشتغل أكتر بقى وكده بس فإن شاء الله بقى البراند هتكون قريب إن شاء الله ربنا معيك ومرسي قوي يا صورة على أن أنت موجودة معي النهاردة وأنا استفدت وأكيد كل المشاهدين كمان هيستفيدوا مرسي على وجودك بكده تكون خلصت حلقيتنا أشوفكم بكرا إن شاء الله باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة